طيب سؤال ما لزوجة قيدة مؤمنة لزكرى واختشفت أنه مطلع قيدة كاردس على اسمها بدون علمها وبعضهم لم يسدده وذاب إلى وبعدين بعتوا لها قضية للمحكمة كل هذا بعيدا عن علمها وإذنها وتجد أن تسدد هذا الدين الذي على اسمها وهو رافض هل يجوز أن تسدد هذه الدين من أمواله بدون علمه لأنها لا تعمل وغير مسؤولة عن الذي حصل وهذا الشيء سيضر بتاريخها لإتمان قطعا هننزل بتاعها ويهبط بصورة بينا الجواب عن هذا إذا كان قد استخدم اسمها بدون علمها وأنفق ما سحبه من أموال في شؤونه الخاصة بغير ترتيب معها اللهم هدنا سواء السبيل وأنفق ما سحبه من أموال بدون في شؤونه الخاصة بدون ترتيب معها وكان ذلك كذلك فإن لها والحال كذلك أن تسدد هذا المال ولو بغير علمه أولا مبادرة إلى براءة ذمته مبادرة إلى براءة ذمته فإن الأصل هو المبادرة إلى براءة الذمة وإن حقوق العباد القصاص لا محالة وإن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة مبادرة إلى براءة ذمته من ناحية ومحافظة على رصيدها الإئتمان الذي أضر به بغير علم منها وبغير ترتيب معها وبغير إذن منه فإن هذا لا يحل له ولنصيحة للأزواج بصفة عامة يعني أن لا يفعل شيئا من ذلك أولا بطاقة الإئتمان ينبغي أن لا تدخل فيها ابتداء إلا بقدر الحاجة وبقدر قدرتك على الوفاء بيقين أو بغلبة ظن مع الحرص التام على الوفاء في المواقيت والآجار المضروبة قانونا حتى لا تقع تحت طائر التطبيق هذا الشر مسألة ثانية الزوجة زمة مالية مستقلة ليس لكونها زوجة أن ذمتها المالية وأن اسمها أصبح مباحا لك وتاريخها الإئتمان أصبح مباحا لك هذا عدوان لا يحل وأنت قد فعلت هذا وأنت قد فعلت هذا بغير ترتيب فلا يصلح هذا يا عبد الله وينبغي أن تراجع هذا بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر